اشتركوا في القناة وضمن الحديث عن الانتخابات المزمع عقدها في الايام القادمة للمجالس المحلية للعام 2022 ونرحب بكوكبة من ضيوفنا الكرام الممثلين لقائمة ابناء تول كرم الرقم الانتخابي 4 بداية ورحب مع ضيف سيد خالد ابو خاطر وأيضا الأستاذ جمال عمارة والمهندسة هيام ونان وهم جزء من قائمة ابناء تول كرم وسنخوض في حديثنا بادئ الحديث بالتعرف على ضيوفنا الكرام نبدأ مع الأستاذ خالد ابو خاطر أهلا وسهلا نسعد أوقاتك أهلا وسهلا فيكم مساء الخير مساء الخير لتلفزيان الفجر ولطاقكم تلفزيان الفجر على هذه الاستضافة الرائعة والمميزة في هذا الجو الانتخابي المنافس الذي نتمنى للجميع النجاح حسب ما يفرزه صندوق الإقتراع من أهلنا في محافظة طول كريم نعم بالتأكيد ونحن نتمنى التوفيق لكل الكرمي دائما وأبدا ونتمنى أن يكون العمل من أجل ارتقاء بهذه المدينة وهذه المحافظة يعني بداية سيد خالد يا حبذة أن نتعرف أكثر من هو السيد خالد أبو خاطر ومن ثم سنخوض إلى تفاصيل ما يتعلق بهذه القائمة التي تحتوي كما ذكرنا كوكبة بصراحة من أبناء طول كريم كما قلت بالبداية مع أنني أرفض دائما الفردية لأنني أنا كنت في السابق عندما كنت في أكثر من مؤسسة كان دائما شعارنا لقد استبدلنا كلمة أنا بنحن فنحن عبارة عن مجموعة من الكفاءات التي تلاقت على فكرة خدمة البلد في هذا الجو وكان لنا نظرة نحو الانتخابات البلدية تلاقينا بأفكارنا وقمنا بتشكيل قائمة أبناء طول كريم وهم نخبة مميزة تشهد لها الجميع بالمشاركة في جميع المؤسسات والجمعيات ولهم نجاحات سجلت في تاريخهم وهم متنوعون تضم هذه القائمة أعوذ بالله من كلمة أنا خالد أبو خاطر مجلسيات تحليل الطبية مدير مهن طبية مساندة في مستشفى الشهيد ثابت ثابت رئيس جمعية أصدقاء المريد سابقا لثلاث دورات متتالية ومن ثم أمين صندوق الطب المخبري على مستوى فلسطين إضافة إلى الأخ معتصم تاي أبو شداد عضو المجلس البادي السابق الغني عن التعريف إضافة إلى المهندس سامر الكرمي وهو ماجستير طاقة شمسية إضافة إلى المهندسة هيام ونان والأخ الأستاذ الفاضل صديقي ورفيق دربي الأستاذ جمال عمارة وهو ماجستير كيميا وله الكثير من المواقع التي تبواها سواء جمعيات أو مؤسسات وله نجاحات مميزة إضافة إلى الأخ محمود الجلاد والأخ إبراهيم غانم والأخت لبنى حمد نحن ثمانية أبناء طول كرم وإن شاء الله ربنا يوفقنا بالنجاح وتحقيق البرنامج الانتخابي الذي وضعناه جميعا بالتشاور فيما بيننا وبالتغذية الراجعة التي سمعناها من أهلنا في محافظة طول كرم حيث 70% من البرنامج الانتخابي هو حصيلة التغذية الراجعة التي سمعناها من أهلنا في محافظة طول كرم الذين نكون لهم كل الحب والإحترام وهذا البرنامج الانتخابي كان يكتب له النجاح إلا إذا الجميع وقف إلى جانبنا وقدرنا أن نحققه بقدر ما نستطيع ونحب أن نحققه جميعا بالوقوف إلى جانبنا إذا كتب الله لنا النجاح نعم يعني سيد خالد بصراحة واضح أن الدقة وبصراحة الارتقاء هدف أساسي لديكم من خلال أولى خطوات النجاح التي تتمركز حول أن يكون هناك تنوع في الأسماء التي ذكرتها في التخصصات بالتأكيد المطروحة ضمن هذه القائمة وهذا جزء أساسي وركيز أساسية لنجاح أي قائمة تخوض الانتخابات في أي نوع من أنواعها وبالتالي اليوم يسأل المواطن ما الذي ستقدمه قائمة أبناء طول كرم بصراحة على ماذا تبني هذه القائمة الأسس عادة باستثناء ما ذكرت من كفاءات ما ذكرت من قدرات من تخصصات ومن تنوعات ومن أيضا وجوه بصراحة معروفة وشغلت مناصب مختلفة هذا الإجابة سأتركه لزملائي الذين سيقوموا بشرح بعد بنود البرنامج الانتخابي لإجابة على سؤالك نعم أنكل المايغرافون بعد إذنك للأخ جمال عمارة بالتأكيد نحن بداية سنتعرف على الأستاذ جمال عمارة ليعرف السادة المشاهدين من هو الأستاذ جمال عمارة ببطاقة تعريفية ومن ثم أيضا سنتعرف على وجهة نظرك كمرشح وكجزء من هذه القائمة ما الذي بصراحة ستسعون ربما لتصليط الضوء عليه أكثر في الإصلاح في الترميم في التقويم في التصويب في هذه البلد بسم الله الرحمن الرحيم أنا جمال عمار محمد عمارة من سكان ذنابي حاليا أحمل شهادة الماجستير في الكيمياء وبدك أكثر متعلقة في البيئة في المياه منوثات المياه أعمل حاليا معلم في مدرسة ذكور دير لغصون الثانوية حاليا رئيس الجمعية الخيرية لتأهيل المعاقين وأمين صندوق جمعية مكافحة الفقر كرم على مستوى فلسطين لا أحمل أيضا غير الماجستير شهادات أخرى نعم لا يتسعني أذكرها جميعها زي ما حكى زميلي وأخي أبو العبد برنامجنا الانتخابي نابع من حاجات الناس ومن ملاحظات الناس وكان عندي اهتمام منصب على الشراك المجتمعية يعني نأكد عليها لأنه بدون الشراك المجتمعية لا تستطيع البلدية أن تغطي جميع مناطق المدينة 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 تتسع أفقيا وتنضم إليها مساحات جديدة وبالتالي يجب أن يكون هناك لجان مساندة للبلدية تكون عين البلدية على هذه المناطق لتوصيل حاجات الناس هناك القصور من البلدية إذا كان هناك قصور في هذه المناطق فالمناطق المهمشة بالنسبة إنا أنا شخصيا بالذات لأن أعاني منها كمواطن مهمة جدا فإحنا كان من أهم النقاط شراك المجتمعية وكذلك الاهتمام أكثر بالمناطق المهمشة لأن هناك كثير من المناطق حول طول كرم لا تصلها الخدمات بشكل صحيح وبالتالي هم مواطنين ومن حقهم يتلقوا الخدمات البلدية مدامهم مواطنين في طول كرم وأيضا يجب أن يكون هناك تركيز ليس فقط على أهل طول كرم ورد زبوار طول كرم لهم حق علينا هم زائرين بيجوا عنا ولذلك لهم حق علينا فكان هناك أيضا غير شراك المجتمعية للبيئة وتجميلها والبيئة مفهوم واسع يعني وليس مكتصر عن نظافة البيئة تنظيم شوارع البيئة تنظيم مواقف للسيارات سواء للسيارات التي تعمل بالأجرة أو السيارات الخاصة للمواطنين أو السيارات الزائرين يجب أن يكون هناك تنظيم للبلد حتى الأسواق الأسواق يجب أن يكون هناك تنظيم يعني المشهد العام المشهد العام للبلد يكون مميز تقليل كثير من الاكتظار في داخل البلد وهذا كله طبعا بروح أو بودين على اللي هو تلبية حاجات التنمية الاقتصادية من بناء تحتية تتناسب هذه البناء مع التخطيط العمراني الأفقي والعمودي لهذه المدينة ويتوافق مع المخطط الهيكلي لها هناك والله أعطيكي مثال على يعني هيكي بس مثال بسيط يعني بدور في بالنا يعني المنطقة الجنوبية في أو الحار الجنوبية من طول كريم يعني رغم منها جزء من البلد لسه مش بعيدة كثير نعم اللي هي من من منطقة التربية والتعليم اللي هنا وارتاح يعني هذي منطقة اقتصاديا شوي يعني ضعيف وذلك يعني لو كمنا احنا مثلا بنقل بنقل مثلا الكراجات اللي موجودة زي كراجات كفر جمال محشورة في منطقة ضيقة كراجات الجيوس والكفريات الأخرى كراج فرعون إلى منطقة يعني يكون سهل الدخول والخروج من هذه وجعلها أكثر حيوية بالتأكيد وتساعد في ونقلها إلى المنطقة الجنوبية لإحياء هذه المنطقة إضافة إلى ممكن البلدية تعمل في هذه المناطق يعني أسواق أو بناء معينة تجارية يعني أن يكون هناك تمدد بشكل كامل متكامل هذا مثال يعني ما نفكر فيه يعني حتى في داخل مدينة في هناك مناطق شوي يعني مهمشي نعم واضح يعني أن هناك موضوع البيئة لا يتعلق فقط بالنظافة أو النفادات إنما المشهد العام أن يكون مريحا هو يعكس بيئة صحية على المواطن الكرمي هذا ما يعني يستشف من حديثك سيد جمال أنتقل إلى البش مهندسة هيام وبالتأكيد لديكم خطة لديكم تركيز على نقاط أساسية لابد أن تلامس هي الأخرى هموم المواطن الكرمي في سبيل إصلاحها على ماذا تعملون بصراحة دمنا برنامجيكم في القائمة من أجل أن يكون هناك تعديل وإصلاح في بعض القضايا طبعا فيه لازم يكون تعاون يعني تعاون جماعي بيننا وبين كل الوظفين في البلدية في وضع خطة تطويرية من أجل إصلاح وعمل البنى التحتية وخاصة شبكة المياه شبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وأيضا عمل إصلاحات جذرية لشبكة المياه وخاصة أن هناك موضوع الفاقد يعني أنه التخفيف والقضاء على موضوع الفاقد وذلك من خلال عمل إصلاحات جذرية لهذه الشبكة وخاصة بما مضى عليها سنوات طويلة جدا أيضا لازم كمان استكمال بناء الأرصفة وتعبيد الشوارع وأيضا شق الطرق وشق الشوارع الجديدة وذلك بما يخدم المواطن ويخدم المجتمع الكرمي وأيضا تنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن للحصول وجلب التمويل المناسب لها وهذا بالتأكيد لا يتأتى إلا بالعودة إلى مفهوم الشراكة الحقيقية سيد خالد أعود إليك لنتحدث في هذا الموضوع الكل يسأل ويستفسر عن قضايا عالقة في طول كرم في البلدية بالتأكيد وأو الخدمات المقدمة من قبل البلدية والمجلس البلدي إلى المواطن الكرمي هنا يعني ذكرت قبل قليل وكنا نتحدث شيء غاية في الأهمية أنه لحالنا مش راح نكون إيد واحدة ما بتصفقش على العكس أنتم تأمنون بأنه يكون في هناك تجاذب من كل الأطراف وبالتالي هذه القضايا العالقة كيف بالإمكان أن تحل أو لربما لديكم بصراحة عصف ذهني من خلالكم بأنه يجب أن يكون هناك شراكات لفئات مهمشة فعليا وهذا ما سيساعد في حل القضايا العالقة وليس الشعارات أو الكلاشيات الرنانة بصراحة نعم صحيح نحن نؤمن دائما زي ما حكيت أنا بالعمل الجماعي أي عمل إن لم يكن جماعي لا يمكن أن يكتب له النجاح صحيح ولا أريد أن أكرر ما ذكره الزمراء في جميع القوائم التي أكن لها كل الحب والإحترام ونتمنى أن يكون هذا المجلس القادم هو مجلس متنوع يعني فيه كثير من الطاقات والكفاءات التي تخدم من نهاية المدينة نعم نحن نتطلع وهدفنا طول كرم وليس هدفنا المجلس البلدي نتطلع إلى مدينة رائعة ومميزة أسوة بباكة المدن من خلال المشاركة التنافسية في الانتخابات عبر المجلس البادي فالمجلس البادي لنا وسيلة وليس غاية إيماننا المطلق بأن طول كرم تستحق للأسف الشديد يا أخت وفاء كثير من أبنائنا وأخواننا في طول كرم مميزين في جميع التخصصات لسنا الأكفأ والأحسن ولكن خير لنا وشاء القدر أن نكون نخبة من أبناء هذه المدينة لخدمة هذه المدينة ولا ننسى جميع التخصصات اللي في المدينة الجامعات التي كان لها دور ريادي نحن في أصدقاء المريض كما قلت نجحنا بالاستعانة بزماء لنا من جامعة الكدس المفتوحة لا أريد في هذا المقام أن أذكر بعض الأسماء أسماء حتى لا يفهم أننا نعمل دعاية انتخابية لنا ولكن حقيقة النجاح لا يمكن أن يكون فردي وإنما جماعي هذه المؤسسات العريقة في البلد تحتوي على كفاءات عديدة ولهم نجاحات ولهم أوراق علمية فدولية كثير من الناس وأصحابين خبرة المجلس البلدي أي مجلس بلدي لا يمكن أن يكتب له النجاح إذا لم يكن هناك شراكة وكان طرحنا في برنامجنا الانتخابي هو تشكيل مجلس استشاري كل مرة في انتخابات بشتى أنواعها دائما يقول تشكيل مجلس استشاري وبعد الانتهاء لا نرى أي مجلس استشاري لا يستشار ولا يوجد له مكان إضافة إلى أننا سنكون بتشكيل لجنة أزمة لحل الأزمات الفاعلة من خبراء خلية أزمة في كثير أنا التقيت في ناس يعني بالبادية متقاعدين استمعت إلى بعض المواضيع الرهيبة والله يملكه من العلم والدراية في البادية ما لا يملكه أحد هؤلاء الناس إذا وصلوا إلى سنة التقاعد لماذا لم يستشاروا؟ ليش ما يكونوا جنب أن ينجبوا هم أولا الناس يكونوا أعضاء استشاريين في دكاتر الجامعات إذن أنت تؤمن بضرورة تفعيل المجلس الاستشاري وأؤمن بأن المجلس البلدي ليست مؤسسة مغلقة يجب أن تكون مفتوحة للبلد كل إنسان في هذه المدينة عنده كما نقول عنده ليس كلمة خير وإنما عنده فكرة معينة في هذه البلد يجب أن يرحب به وتكون أبوابهم مفتوحة وصدرهم مفتوحة كلنا أولاد بلد أنا شو همني همني تكون مدينتي أرقى المدن مشي أنا خير إلي أن أوصل للمجلس البلدي معناته أنا هي عبارة عن وظيفة ليست وظيفة هذا تكليف وليست تشريف كل إنسان يجب أن يساهم ويشارك ويأتي إلى بلدية طول كريم والمجلس البلدي حتى يكون جنب الانجاب مع إخوانه في المجلس البلدي والموظفين إضافة إلى موضوع مهم جدا برضو لا أريد أن يساق فهمي لسنا من هوات أو لسنا من الداعين لقطع الأرزاق نعم نحن نملك الخبرة الإدارية والفنية واستطعنا النجاح ووضع هيكليات وسهمنا بوضع هيكليات للكثير من المؤسسات بلدية طول كريم سنأتي إليها بإذن الله للشراكة مع الموظفين وأنا دائما دائما يعني أؤمن القاعدة الشعبية لأي مؤسسة هم الأساس الموظفين هم الأساس الموظفين هم الأساس في هناك طاقات كما علمنا طاقات مميزة لا تأخذ دورها في البادية لماذا لا أدري يجب أن تفعل هذه الطاقات ويجب دراسة كل المواقع الرؤساء الأكسام الموظفين كل إنسان يعني بحاجة إلى تحفيز كلنا إيد وحدي مش إحنا مجلس بلدي جايين سيف مصلط عليهم الكل لدرجة لدرجة أنا أحترم أحترم لجنة نقابة العاملين في البادية كل الإحترام لهم وأريد أن أكلهم رسالة لحسن حظهم وحظنا أنه إحنا نقابيين عبر التاريخ إحنا نقابيين أساس النقابة النقابة يجب أن تكون دائما دورها الكل يفهموا مش أنا أريد أن أفهمهم إحنا هيك بالنقابة دورنا دائما إيجابي ما بيزبط أن أنا والله أنا جاء مجلس بلدي أول ما أددوك في الموظفين وإذا فيه نقابة أكني إلها كل عدد ليش؟ هاي وليش أصلا موجة هذه النقابات؟ لإحقاك الحقوق للموظف يجب أن يشعر الموظف بالأمن الوظيفي وإحنا دورنا كمجلس بلدي أنه نشعر الموظفين بالأمن الوظيفي بالعكس هم كل الحب والإحترام لهم ومن هاي المنطلق ومن هذا المنبر وحيي وأرفع الكبعة لجميع العاملين وخاصة عمال النظافة وكثير منهم موجودين في البلد يجب أن يحصلوا على أعلى الرواتب والله ما هي دعاية انتخابية أنا يوميا بأصحب جوز الصباح بعز البرد بعز الثلج وفي أحد الأصحاب والأعزاء علي لا أريد أن أذكر اسمه هو عبارة عن خلية هو عبارة عن شعلة نشاط في كل المحطات في طول كريم يعني فيه طاقات رهيبة في البادية يجب أني أعززها يجب أني أعززها وأنا في هذا المقام كما كنت لا أريد أن نفهم أنني أعمل دعاية انتخابية لا إحنا كلنا بنعرف وملامسين الجروح إحنا أولا والتأكيد إحنا يعني مجموعة مستقلة مستقلة مع احترامة وليست سياسية لسه على أساس سياسية ما يحترامة للتنظيمات أنا لا أريد يعني ما أنا بدي أنا أفهم التنظيمات هم حرين بأي وسيلة بأي انتخابات وأنه يدخلوا انتخابات بها دي مع أني أنا يعني لا أؤمن لأمم بشغلتين أؤمن أنه هذا القانون للأسف الشديد قانون القوائم في البلديات أنا ضده أنا ضده ولكن شاء القدر أنه بصيش أنا أبكى ساكت يجب أنا أؤمن زي زي كل الناس يجب أن يكون انتخاب الفردي الكديم حتى يكون المجلس متنوع وانت تختاري هاي هي الديمقراطية وليست ديمقراطية مكرهة ولكن من وضع القانون برضو احنا مش قدهم هم وضعوه لأسباب هم حرين النقطة الثانية يعني لا يجوز أنا رأيي شخصي أن تسياس البلدي لأنه مجلس خدمات ولا أهاجم أي فصيل محادي فهمني غلط يعني يجب أن تكون لكل الكرمي لكل الكرمي لأنها مجلس خدماتي ولست ضد التنظيمات لأنه احنا كنا تنظيمات بشي قصدي البادية بالذات نقطتين القانون يجب أن يكون فردي ولا يجوز التدخل السياسي في البادية خلوه أهل البلد وهناك سألوكفات تخدم البلد وتبنيها البلد يا عم البلدية والله يا عم وصيلة مش هدف أنا هدفها وصل بلده وقعنا على كرسلها مش هيك هدف يا عم يعني أستاذ خالد مهم جدا أن نركز على نقطة الانعطاق من الأحزاب السياسية والصيحة في البلدية نحن نتحدث أساسا عن البلدية وعن انتحابات البلدية يعني ركزت على أكثر من نقطة أستاذ خالد في نقطة أستاذ سمحتني نعم تفضل أيضا عننا كما قلت يعني احنا دائما أنا أعتز وأفتخر في كل المؤسسات ولكن جمعية أصدقاء المريض التي بنيناها نحن التسعة مش واحد قلنا التسعة مع أخوئنا في المؤسسات وعلى رأسي من الكدس المفتوحة اللي بعد تنسفها وحطها على رأسي الخبراء والأصحاب الأحباب اللي بينهم معنا الجمعية قدرنا أنه نحصل على خبرات أول خبرة أنه عنا علاقات وطيضة لا تزال لغاية الآن في الدول العربية والأجنبية علاقة توأمي وأنا أؤمن بالشراكة مع المستمع المحلي ومع أبناء طول كرم اللي برفعوا الراس اللي كانوا دائما يدعمونا في دول الخليج أنه دائما أنه نمد جسور التواصل بينهم عمل توأمات مع بدن عربية وأجنبية للحصول على مشاريع تفيد البلد وأهم نقطة آخر نقطة اللي بدي أركز أنا عليها في برنامج الانتخابي يجب أن يكون هناك حسب القانون جزء معين بالمزيدة البلدية للعمل الاجتماعي للعمل الاجتماعي في كثير ناس شرائح كثيري ما بدي أنا أفصلها سواء فقراء محتاجين أهلنا وخاصة أنا ما بدي أنا أذكر فئة معينة حتى لا يفهم الأصل البلدية كما كانت هي مساهمة بشكل رهيب في العمل الاجتماعي يجب أن نركز على هذا الجانب نعم يعني واضح تماما أنك ذكرت الكثير من النقاط التي تتمحور سواء كانت في حل بعض المشكلات الموجودة فعليا وتسليط الدوء على بعض الفئات المهمشة إعطاء الفرص للشباب وهنا سأذهب أيضا للأستاذ جمال عمارة إلى أي مدى في قائمتكم بصرحة تركزون على أهمية إعطاء الشباب الكرمي فرصة المشاركة في أن يكونوا جزء سواء كان بمجلس شبابي ظل أو ربما استشارات شبابية أو توظيف طاقات شبابية فعالة بتخصصات مختلفة وأن نبتعد عن البطالة المقنعة التي للأسف تعاني منها بعض المؤسسات في مختلف أرجاء الوطن يعني نركز على هذه النقطة الشبابية أنا بدي أبدأ بحديثي من جزء من اللي حكا أخونا أبو العبد اللي هو أي مؤسسة تشتمل على موارد بشرية موارد مادية موارد البشرية وموارد مادية إن لم يحسن استخدامها وتوجيهها وترشيدها واستثمارها بالوجه الصحيح لتحقيق أكبر إنجاز معناها راح تهضر يعني اللي من أكد عليه إنه في حال قدر لنا أن نكون في هذا المجلس سيكون عملية ترشيد هذه الطاقات البشرية أو الموارد البشرية الموجودة وإعادة توجيهها أو توزيعها بما يخدم البلد بدون ما إحنا نيجي نقول والله عنا عاملين زيادة وبالتالي إحنا بغنى عنهم لا إحنا مش بغنى ولا عن أي حدا ولا على أي إنسان على الأكس نحن بحاجة أيضا للشباب الشباب إن لم يتعلموا يعني أنا قاربت على الستين يعني وأنا أبحث دائما من يأخذ عني جمعية الخيرية لتأهي المعقيم أنا أبحث عن ناس حتى يجوا تدربوا ويأخذوا مكاننا لأنه قدمنا نعيش لو أنت إحنا يجب أن يكون هنا الجيل الشاب يعني استثمار في هذه الطاقات الشابة نعم الجيل الشاب يجب أن يشارك حتى يتدرب حتى يأخذ دوره في المستقبل يعني إحنا واحد بسلم الثاني هاي الحياة واحد بيعطي اللقاء فالجيل الأصغر بده يستنبعد وهكذا إذلك لا يمكن لا يمكن أن نجي نعمل انقطاع في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تواصل بين جميع الأجيال من أجل أن تستمر هذه الحياة ويستمر العطاء ويستمر العمل في هذه المدارة وشيء صحي فعليا وبدأ أركز أنا على فئة حكم يعني عملي اللي هي المعاقين المعاقين يجب أن يأخذوا حقهم في المدينة من ناحية البنية التحتية من مواقف من رنبات مواءمة في الأسواق أماكن خاصة لهم لاستفاف سياراتهم إذا كان معهم سيارات دورهم في الوظيفة يعني برضو لهم نسبي يعني أقرتها كل القوانين إنه في هناك نسبة من الموظفين لأصحاب الإعاقات بما يتناسب مع عاقته وهذا أيضا رح نكون من ضمن اهتماماتنا اللي هي فئة المعاقين نعم يعني مهم جدا أن نركز على هذه الفئة لأن لها بصراحة دور كبير في العطاء وأنتقل إلى البشر مهندسة تفضل إذا سمحتك أضيف يعني نعم إنه إحنا لما طلعنا بشعار كلنا طول كرم أو أبناء طول كرم ما جاء من فراغ إحنا استندنا في هذا الشعار أن لا نميز بين أي فئة سواء على فئة يعني بين فئات المجتمع سواء معاقين أو غير أو أو نساء أو ذكور إناث نعم كبار صغار موجود في الحارة الجنوبية موجود في شويكة نحن نمثل الجميع نمثل ابن شويكة ابن ذنبى ابن العزب ابن ارتاح إحنا كلنا طول كرم دون فروق جغرافية بيننا يعني ولا أيضا كمان يعني مش بس ولا حزبية يعني كلنا طول كرم نعم أستاذ جمال لأنه بصراحة نحن نعاني من التفرق المناطقية الجغرافية هذا اللي أنا أبدأ أقوله نحن نمثل كل أبناء طول كرم قتلتنا أبناء طول كرم نحن من طول كرم وأبناء لهذه المدينة سواء كنت في شويكة أو كنت في ذنابة أو كنت في ارتاح أو كنت في أي مكان نعم في الحارة الجنوبية في الشرقية كلنا أبناء طول كرم كل الأحترام وعلى هذا استندنا نعم في شعارنا يعني نعم وننظر إلى أهلنا في محافظة طول كرم أننا عائلة وحدي وكل العائلات ممثلة في المجلس البلدي إحنا بالنسبة إلنا وكل المناطق هي مناطقنا كلنا طول كرم فيش أي تفرق بيننا نعم وأترك المجال برضو المرأة على رأسنا إلا حصة كبيرة المرأة تفضلي رح نعطي المجال للبش مهندسي هدام يعني أتحدثت في البداية أنه من أبرز ما سيتم التركيز عليه المشاريع سواء كانت المشاريع التي سيتم استجلابها واستقطابها ربما من خلال لاحقا توطيد العلاقات مع الخارج مع مؤسسات مختلفة لكن إلى أي مدى بصراحة فيه هناك خطط تتعلق وإصلاح الواقع الخدمات يعني المواطن لسان حاله يشتكي من سوء هذه المشاريع سواء كانت في المياه سواء كانت في الكهرباء سواء كانت حتى في البنى التحتية يعني كيف ستتبلور الفكرة لديكم حتى يتسنى للمواطن فهمها واستيعابها بطريقة أنه صحيح والله رح تقدم إلنا خدمة ورح يتم على الأقل عمل حلول ولو كانت يعني خلينا نقول أجزاء لأنه شوي شوي بتنحل المشكلة مش مرة وحدة زي ما بنحكي فعطينا فكرة هو يعني لا يكفي وضع المخططات في حل هاي المشاكل لابد من جلب مشاريع تنموية من الخارج عمل توأمات مع بلديات مع جهات دولية وعربية وبالتالي من أجل جلب هذه المشاريع ومن ثم تنفيذها على أرض الواقع أيضا من خلال المجلس الاستشاري اللي بدي يكون نابع من المجلس البلدي يمكن أن يساعد ويقف بجانب المجلس البلدي في تنفيذ هذه المشاريع وأيضا جلب المشاريع التنموية وخاصة في المناطق أيضا المهمشة أيضا بدي أتطرق لموضوع العشوائية البناء عشوائية البناء نحن يعني طول كرم فيها للأسف في عشوائية البناء إذا طبقنا القوانين المتعلقة بترخيص الأبنية في هذه المناطق وأيضا الأخذ بعدالة وشفافية طبعا نحن لازم نأخذ الأمور بعدالة وشفافية في ترخيص الأبنية وأيضا تطبيق القوانين عليها وأخذ المخالفات على ارتدادات وعلى مشاكل بنائية حل المشكلة كمان في البناء العشوائي وأيضا حل المشاكل اللي بتتعلق في الأبنية القائمة يعني في عندنا ملفات لسه يعني مش عالقة بعدها بموضوع الأبنية القائمة فيجب حلها وعمل تسوية لها نهائية حتى يكون الأمور واضحة في كل هذه الأبنية وترخيصها نعم برضو احنا بننطرق لموضوع تاني بالنسبة للشوارع يريد يكون فيه استكمال أو يلازم أن نعمل على استكمال ترقيم الشوارع وأيضا تسمية الميادين والساحات بتسميات معينة حتى يكون لدينا دليل سياحي يشجع الاستثمار السياحي أنه في داخل مدينة مدول كرم يعني نتمنى بصراحة أن إن شاء الله تطبق هذه الرؤى أعود إلى سيد خالد يعني لابد أن أسأل هذا السؤال لكل قائمة والمواطن الكرمي يتحدث عن مشكلة أساسية ربما مشكلة الكهرباء ذكرت عبارة غاية في الأهمية بصراحة تتحدث أنه هي فعلا بحاجة للقدرات العقلية الموجودة عندنا في البلد ولكن للأسف لا ينظر إليها بعين الاهتمام بعين الاستماع والإصغاء ربما لآراءها الاقتراحاتها يعني ما حدش كثير بصراحة ركز على هذه النقطة كل ياتنا كانت أفكارنا هي نظرية المؤامرة في لحظة من اللحظات رحنا شوي على نظريات المؤامرة وشوي التراشقات التي كانت هنا وهناك في ظل المجلس البلدي الحالي لكن أنتم لديكم رؤية أخرى في هذه المشكلة وفعليا لا يوجد هناك الحل السحري في هذه الإشكالية كيف بصراحة تبين هذه القضية للمواطن الكرمي؟ والله مشكلة الكهرباء يعني زي ما حكيت لك أخطفاء مشكلة كبيرة ولا يمكن حلها بهذه السهولة إحنا كنا نتمنى زميننا البهندس سامر الكرمي اللي معاه بجسير طاقة شمسية عنده رؤية بهذا الجانب اللي ممكن تتساهم في حل يعني المشكلة جزئية ولكن المشكلة أكبر وفيها أكثر من قطاع سواء حكومية سواء بلدية سواء سلطة الطاقة سواء الجانب الآخر سواء رؤوس الأموال اللي متحكمة في البلد هذا موضوع كبير إحنا خلينا يعني نحط إيدينا على الجروح بالإضافة إنه فيه في البلد فيه ناس خبراء ومعاهم شهادات عليا في مجال الطاقة ومجال الكهرباء والهندس الكهربائي هؤلاء ليش بقاعد يعني أنا بستغرب يعني أنا والله بستغرب بصلى أكام اليوم بتبع يعني الفيسبوك بحكم بحكم معرفتي يعني فيه ناس من اللي ممكن ما حالفهم الحظ إنهم يدخلوا في قوائم ليس معنى ذلك إنه أنا مش في قائمة ومديش أشارك في الانتخابات إنه بس أنا أوجه النقد إنه أطلع على فلان في أي قائمة وأقعد يعني أنتقد غيري حق المواطن إنه ينتقد ممكن أنا ما بدي أنا أدخل بهذا الجانب لأنه بالنهاية إنه أخي بدي أنتخاب حسب بهم قناته ولكن أقول لمن يملك الخبرة ولمن لديه العلم ومن لديهم الكفاءة في أي مجال الكهرباء غير الكهرباء إنه إحنا على الأقل لذي إحنا نتمنى أنه نوصل للثمانة على فكرة يعني 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 أنا خصوصا حتى نحن ثمانة عشان أنا كنت أسألك لأنني بأمن بالتنوع يعني ثمانة حتى أفسح للآخرين إنهم يكملوا لخمستاش آه هيك أنا لأنه طموح ما احترام للجميع طبعا وليس من باب التفاخر لا بالعكس أنا أنا أؤمن بحرية الناخب ومهما حصلنا على مقعد على مقعد أو لم نحصل سنبقى نخدم مدينتنا وسنبقى نطالب بتحسين طول كريم وسنقوم بتوظيف خبراتنا ومهنيتنا وليس من باب المزايدة في خدمة بلدنا في أي موقع سواء كنا داخل المجلس البلد أو لم نكن مع أنه حابين إحنا هالمرة يكون في المجلس البلد حابين هالمرة بالذات مش عارف ليش أكيد لأنه البلد بحاجة بحاجة لأمثالنا فأنا أطالب يا جماعة زي ما بحكوها أنه اللي عنده خير يجي يتفضل البلد بلدكم والبلد بلدنا البلد بلدنا بدكش انت عزومة على بلدك أنت بتملك الخبرة وبتملك الكفاءة بدك تقدم أنت تؤثم أن لا تشارك في بناء البلد ولا تؤثم لمن تصوت التصويت التصويت أماني حرية الناخب أنا بد نروح أأثم واحد ليش صوت لفلانا ما تصوت إيش هو حر اللي بحاسب ربنا مش أنت اللي بتحاسب لمن يصوت ولكن والعلم عند الله اللي بحجب العلم عن الغير وخاصة عن بلده هنا والعلم عند الله مش مفتي مش مفتي أنا بدي شفتي فلازم الكل يطالب مهما كان اتفضل تعالي على المجلس البلدي على البلدية ليش على البلدية مش لها البلدية هدف البلدية لأنه ما بتقدر تخدم البلد إلا من خلال المجلس البلدي صحيح وكل الحب والإحترام للجنة الانتخابات الله يكون فعونهم ولوزارة الحكم المحلي التي أكن لها كل الحب والإحترام ويجب أن تكون جنبا إلى جنب مع المجلس البلدي والمساعدة في تنفيذ مشاريعها في تنفيذ مشاريعها للبلد طول كريم يجب أن توضع الخارطة يا عمم بكفي طول كريم أن تبقى مهمش يا جماعة ما بتدخل بهذا الجانب نعم إحنا كلنا الآن يجب أن نحمل طول كريم على أكتافنا مش المجلس البلدي والبدينا نحمل طول كريم على أكتافنا جميعا يعني سيد خالد يجب أن ترى النور طول كريم إن شاء الله في القريب العاجل كلمة أخيرة لأستاذ جمال عمارة اليوم المواطن الكرمي يراكم ويستمع إليكم رسالة من خلالك إلى الكل الكرمي أنا أقول لأبناء طول كريم لا نعيدكم بالمستحيل ولكن نقسم بأننا سنبذل كل ما نستطيع لخدمة البلد وأبنائها وزوارها وكل من يأتي إلى مدينة طول كريم نعم كل الاحترام وكل التقدير أيضا البش مهندسة هي كلمات توجهها للكرميات وللكل الكرمي بالتأكيد لمعشر النساء ولكل من في هذه اللحظات يتابع هذه القائمة وجزء من هذه القائمة بالتأكيد نوجه التحاجة والاحترام للبقية الذين نأمل لهم كل التوفيق ماذا تقولي برسالة؟ أنا رسالتي للمجتمع الكرمي أنه إحنا في منظومة كاملة إذا ما تعاونت هاي المنظومة الكاملة ما مننجح كمجلس بلدي يعني المجلس البلدي بنجح بالمواطن الكرمي إذا تعاون المواطن الكرمي والمجتمع الكرمي مع المجلس البلدي ومع موظفين البلدية أنا أكيد أكيد سينجح الوضع كل ياته هو تعاون شامل وكامل ما بين المجتمع وما بين البلدية بالتأكيد وأن يكون هناك استماع متبادل كلمة لرئيس القائمة الأستاذ خالد أبو خاطر اليوم مرة أخرى المواطن الكرمي هو لديه خيارات كثيرة بصراحة لديه فرص أيضا في المشاركة لكن تلامس ماذا في هذا المواطن برسالة من خلالك أولا أوجه تحية لك شكرا جزيلا ولتلفزون الفجر الجديد ولكن جميع التلفزة المحلية كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من آمن بنا ووقف معنا ولأهلنا فطو الكريم لكم كل الحب والله جايين بهدف أن نخدم البلد وليس هدفنا الوصول للمجلس البلدي كلنا جئنا من مؤسسات فاعلة وناجحة وصطرنا نجاحات مع زملاء لنا نؤمن بالعمل الجماعي نؤمن بأن طو الكريم يجب أن توضع على سلم الأولويات في الوطن طو الكريم تحتوي الكثير من الكفاءات التي بنت مؤسسات كاملة وهؤلاء أتقدم لهم بكل الحب والإحترام وأقول لكم نحن لسنا أفضل منكم ونتمنى دائما أن تكونوا إلى جانبنا كل في مجال تخصصوا تفضلوا إلى المجلس البلدي سواء بانتخاب أو بدون انتخاب البلد بلدنا وبلدكم يجب أن نضع يدنا هذا شعارنا كان أن نضع يدنا بيد بعض بدون أن نضع يدنا بيد بعض لا يمكن أن تكون طو الكريم كما يراها أو نراها كما نريد يجب أن تبقى طو الكريم فعلا كما أرادها ويريدها الجميع هي المميزة وهي المتفوقة في جميع المجالات ومهما كانت النتيجة نحبكم أهلنا في محافظة طو الكريم ولكم مننا كل الحب والتقدير ومع احترمنا لكل خياراتكم ومنحب أن يكونوا أبناء طو الكريم أن حصة لديكم تثقوا فينا لأننا منحب البلد والله منحب البلد وجربونا وهذه ليست النهاية دائما الانتخابات كل أربع سنين وانت بتحاسبني على الفترة اللي أنا بقعد فيها أو غيري ما هي نهاية المطاب هذه انتخابات والأصلح يجب أن يعني يقدم لبلده مهما كان سواء داخل المجلس بادي أو خارج المجلس بادي بكل الأحوال يعني هنا تأكيد بصراحة على كل ما تم الحديث وذكره في هذه اللحظة وفي هذا اللقاء بأن الإبداع دائما لا يأتي إلا من خلال تراكم الخبرات العمل الجماعي وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بالإضافة إلى التشاركية والشراكة المجتمعية الأساسية في أي عمل من أجل ضمان نجاحه ومن أجل أن ننشل من هذا الواقع الصعب بصراحة الذي يعيشه المواطن الكرمي إجمالا نتمنى لكم كل التوفيق في قائمة أبناء تول كرم الرقم الانتخابي 4 وأشكر الضيوف الكرام كل من الأساذ خالد أبو خاطر شكرا جزيلا لك والأساذ جمال عمارة شكرا جزيلا لك والمهندسة هيان شكرا جزيلا لك وأتمنى أيضا التوفيق لبقية الأعضاء في هذه القائمة إذن في هذا اللقاء الذي كنا قد خصصناه لقائمة أبناء تول كرم الرقم الانتخابي أربعة نتمنى لهم كل التوفيق وأتمنى بالتأكيد من السادة الكرام أن يشاركوا في العملية الانتخابية وتصويتكم وقراركم وصوتكم هو حق أساسي وشرعي لكم جميعا ونأمل إن شاء الله أن تحظى طول كرم بهذا العرص الديمقراطي بكل خير وبكل ود وبكل توفيق دائما أبدا إلى هنا أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة وأيضا على حسن المشاهدة عبر البث الإلكتروني المباشر وعبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد والشكر الجزيل لطاقم العمل المرافق وإينا في الإخراج الزميل براء عمر وأيضا في التصوير الزميلين عبود زغلول وعلى الجلات شكرا جزيلا لكم إلى هنا أحييكم في الاعداد والتقديم ومن أمام الكاميرا أنا وفاة زيدان وشعارنا الدائم على المحبة التقينا وعلى المحبة نقول لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة